الفيلم بيبدأ بقى البس دامبلدور هو قاعد في مطعم عشان يستني قابل واحد صاحبه وصاحبه ده واصله وهو ده بقى جريندل وولد اللي اول ما قاعد مع دامبلدور طلب منه يشوف العقد اللي في ايده والعقد ده بقى هو عهد الدم اللي خدوه على بعض عشان محدش اتعرض لحد مهما حصل وجريندل وولده قال دامبلدور انت شام الريحة القذرة بتاعت الناس العمية اللي انت عاوز ستاعتهم وتقف في صفوهم ضد ابناء جنسك وعمتا بيك او بدونك ان هحلق العالم بتاعهم وطبعا انت مش تقدر تبنعني بسبب العهد اللي بنا وسبوه مش وده نيوت سكواندر عالم في المخلوقات السحرية وكان بيرائب حيوان نادر جدا اسمه تشيلين ولما شافه كان بيتكسر ونزل طفله ونيوت كان معجب او بالطفل وكان هياخده معاه في الشنطة بتاعته ودي شنطة هيات بان صغيرة لكن من جوه عبارة عن حاضقة حيوان لكن في جماعة من صحرة الظلم هجم وعلي بدون ما ياخد باله ودربوا اللي تشيلين الام بتعويز القتل فقتلوها والدلق انهم عاوزين المولود بتاعها ونيوت خد المولود وحاول يهرب منهم لكن كانوا اكتر واقوى منه وعرفوا يتغلبوا علي بعد مطاردة كوية فاغم عليه وشافهم هم بياخدوا المولود ده ومشي ولما فقراح يقعد جنب اللي تشيلين الام اللي بيتموت وبتطلع في الروح وهو حزين جدا يعني كان بيحب الحيوانات وبعدها اتفاجئ ان في مولود تاني راح له وطلع قاعد في حضنه فعارف انها ولد التوقم واخد اللي تشيلين اللطيف التاني ده بقى في حضنه عشان يرعاه وكمان لانه محتاجه في مهمة كبيرة وبعدها اغمع عليه وغصن الشجرة الصغير ده خرج من جيبه وفتح الشنطة فخرج منها مخلوق غريب كده وبيطير وفضل ينفخ في نفسه لحدنا بقى بلونة كبيرة وربط نيوت والشنطة في ديله واخدهم وطاروا وبينفخ في نفسه لحد ما فرقع وبقى شبه التانين ودي بقى كت مقدمة فيلمنا فانتاستيك بيتس اند سيكرت اوف زا دامبلدور ومجموعة الصحراء اللي سارقوا لتشيلين الصغير راحوا به الجريندل وولد وكريدنس تسابه معاه وجريندل وولد قاله ان لتشيلين لما بتولد بيجي الزعيم الصالح اللي هيغاير العالم معاه يعني مخلوق نادر جدا وكمان مهم جدا في عالم الصحراء وكريدنس تسابه وميشي ودي اسمها كويني تابع جريندل وولد برضو لكن كانت بترقبه لانها معجبة بالمخلوق ده واتصدمت لما جريندل وولد دبحه فجأة والساب دمه ينزل على الارض لان فيه قدرة في دمه انه يشوف اجزاء بسيطة من المستقبل ونيوت خد اخوه سيسيوس عشان دامبلدور كان عاوز يقابله ورح قابله في البرب بتاع اخوه ابرفورث وما كانوش يعرف ان دامبلدور عنده اخ ودامبلدور لما قابل سيسيوس قاله السلسلة اللي في ايدي دي عبره عن عهد دم مع جريندل وولد وبسببها ما اقدرش امنعه من اي حاجة شره هو عاوز يعملها وحتى لو فكرت اخونه او احربه ده اللي هيحصل لي والسلسلة تفككت من بعضها وبدأت تشد نفسها على جسم دامبلدور لدرجة انها كانت تقطع جسمه وكمان بتخنق رقابته بكل قوتها من الاخر كده يعني اللي يقصر عهد السلسلة دي جزاءه الموت وده غير انه مستحيل ان اي حاجة تقدر تبطل العهد ده وعشان كده انا محتاج مساعدتك عشان نقدر نوقفه بدون ما انا ادخل وكوينة راحت لكريدنس وقالت له انها عارفة انه من عيلة دامبلدور وده لان عندها قدرة في قرية الافكار وكمان قررت له انت المفروض انك سر ومحدش معترف بيك في العيلة دي ومحتقرينك وعشان كده انت عاوز تنتقم منهم وجريندلورد هتطلب منك قريب انك تقتل قلبس دامبلدور عشان تنتقم من الالة اللي عملتك باحتقار ولما سابته مشت شفر سلقة كتبت له في المراهد مكتوب فيها سامحني وده جي كوباة واحد من الناس العامية وصاحب محل معجنات وفي الاجزاء اللي فاتت كان مندمج شوية مع السحرة وعارف اسرارهم لكن بقاله فترة عايش في حاله لحد ما لالة راحت له قررت له انها محتاجة مساعدته عشان ينضم الفريقهم اللي بيجهزوه فوافق ينضم لهم وهو مش مبسوط من كده وخاصة لانه شاف ايام السودة بسبب الجماعة الصحرى دور ولالة فرحت جدا ولبسته بدلة سحرية وبقى نظيفة وخدته سفرت عن طريق كتاب سحري وصلت لمكان اجتماع المجموعة بتاعهم وكانوا في قطر ونيوت فرح قوي لما شاف جي كوب لانه صديق قديم وبعد كده عرفهم على بعض ودي اسمها بانتي وده اسمه يوسف كاما وطبعا انتو عارفين اسامي باقي المجموعة وتعالوا بقى ندخل في الجد ونيوت قال لهم انا جمعتوكم النهاردة عشان مش فاضي بكرة لا 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 بجد هو قال لهم انا جمعتوكم النهاردة لان بروفيسور الدامبلدور طلب مني اوصل لكم رسالة وشوية حاجات مهمة وهتنفعكم في مهمتكم وقال لهم من جريندر ويلد عنده قدرة انه شوف اجزاء من المستقبل بفضل حيوان اللي تشيلين اللي معاه وكده هيكون عارف كل تحركاتنا وعشان كده احنا لازم نشتته ونفكر في كذا خطة في نفس الوقت وده عشان يتلغبط وما يعرفش احنا نفكر في ايه بالزبط وبعد كده بدأ يسلمهم الحاجات المهمة اللي هتنفعهم في مهمتهم وقدى جيكوب عصايا سحرية مصنوعة من خشب نادر جدا لكن مزيفة لانها شكل بس وقدى سيسيوس جرافطة ولالي خدت كتاب وبنتي خدت ورقة وفيها رسالة واول ما قارتها الورقة اتحرقت عشان محدش غيرها يعرف اللي فيها ويوسف كاما كان معا اللي هو محتاجه لكن ما قالوا لناش عليه بصراحة وبعد كده راح مع اخوه ولالي وجيكوب لوزارة السحر في المانيا عشان كانوا محتاجين يوصلوا رسالة مستعجلة من دامبلدورلي ده وده بقى اسمه فوجل ومسؤول عن الانتخابات اللي هتقرر منها هيبقى رئيس الاتحاد الدولي للصحراء وقال له دامبلدور بقولك اعمل الصح وفوجل شاكر نيوت ورع عشان يقدم المرشحين للانتخابات وهم اتنين ليوتاو وسانتوس وده بقى لها شعبية كبيرة جدا بطريقة بشعة وبعد ما قدمهم قال له كل الصحراء اللي واقفين ان محكمة الصحر حكمت على جريندلورد بالبراءة من التهم الموجهة ضده والتهم دي هي انه بيعتدع على الناس العامة وبيقتل منهم كتير وطبعا بعد ما اتبرق من التهم دي كلها بقى يقدر يترشح للانتخابات هو كمان وسيسيوس شاف مجموعة من اتباع جريندلورد فحاوليه بوضع لهم بصفة عضو من اعضاء وزارة السحر لكن واحد ضربوا وتعويزها في ظهره فاغمع عليه وهم اللي خدوه ولالي قالت لاخوه انه ما ينفعش يتدخل لانهم اكتر منهم فسابوه مشي وفي واحدة اسمها منيرفا رحت لالبوس دامبلدور عشان تقوله ان المحكمة براءة جريندلورد وهو لما عرف الخبر ده راح لنيوت في المانيا وبعت له الجوانت بتاعه عشان يوجهه للطريق ولما ميشوا وراه وصلوا عند دامبلدور فقال لهم ممكن يلاقوا سيسيوس اخو نيوت فين وهو سجن قديم ومؤمن حلو ويدا نيوت شوية اوراق عشان تساعده في ان يدخل لاخوه هناك عشان يهربه وبعد كده قال لالي انها تروح لحفل عشايا الجماعة المرشحين للانتخابات وتاخد جيكوب معها وتركز اوي لانه يكون في محاولة اختيالها وقبل ما دامبلدور يمشي نيوت سأله عن مكان شنطته فقال له لا تخافش لانها في ايد امينة وبنتي بقى معها الشنطة ورحت لصاحب محل شنط وطلبت منه يعمل منها ست نسخ ومحتاجهم في خلال يومين ويوسف كما وصل لمعسكر جريندلولد واستقبلوا بطريقة مش لطيفة خالص لانهم عارفين انه تابع دامبلدور غير طبعا ان جريندلولد كان قتل اخته ليتا قبل كده لكن يوسف كما قال له انا جاي هنا عشان اقول لك ان دامبلدور بعتني عشان اتجسس عليك وقرأبك لكن انا في صفك وقل لي تحب اقول له ايه بالظبط وجريندلولد ما صدقهش في الاول وسأل كويني لو كلامه حقيقي وده لان كويني بتقرأ الافكار وهتجيه بلبوس لو كده لكن كويني اكدت على كلامه وقالت انه فعلا بيقول الحقيقة لكن بيكرهك بسبب قتلك لاخته وجريندلولد قال له اسمح لي اراحك من عذابك وسحب الزكرة بتاعت اخته من عقله عشان ينسيها وفعلا خد الزكرة ورامها في الارض كأنها لم تكن وكردنس راح لدامبلدور عشان يقتله بناءا على طلبات جريندلولد وقال له انت تخلت عني مع انك عارف ان من دمك وبدأ يهاجمه وهو بيدمر المكان كامل وراء بسحره ودامبلدور بما كانش عاوز يأذيه وبيحاول يتجنبه لكن لما زهق منه نقلوا بالسحر البعد مختلف شوية عشان ما يأذوش حد في معركتهم وعمل معها الصح وطلع منه الظلام اللي جواهه وقال له كل اللي جريندلولد قالك عليه وسمم عقلك بمش صح وانا ما تخلتش عنك ولا حاجة واعتذر له وبعد كده رجع المكان لطبيعته وساعده عشان يقف وسب ومشي ونيوت وصل للسجن اللي اخوه محبوس فيه والمسؤول عنه سمح له يدخل يزوره لكن بعد ما خد منه العساء السحرية بتاعته وكل الحيوانات السحرية اللي هو حطتهم في جيبه وحبسهم في قفص مع بعض الحد ما يبقى يرجع لهم ويداله مصباح ينور له المكان جواه وقال له ادخل دور عليه بقى بمعرفتك ولالي مع جيكوب في العشاء بتاع المرشحين والكل اتصدم لما جريندلولد دخل عليهم بصفة مرشح هوا كمان وجيكوب شاف كويني ماشي ورا جريندلولد ودي كانت حب عمره لكن اضطرت تبعد عنه فقام وحاول يكلمها لكن اتجهلته ومشت فاستغرب وقعد تاني في مكانه ونيوت لسه ماشي في السجن وهو عمل نفس الوضعية دي والحشرات الكتير دي ماشي جنبه بنفس الطريقة وبصراحة كان شكلهم مصخرة لحد ما وصل لأخوه وتحس كده انه بلعب الحشرات دي تمرين الصباح وفجأة فيه نور بتاع واحد من المساجين فصل وفيه كائن غريب طلع خده وبعد شوية رماتاني ودي كانت البوائي بتاعته ونيوت فاك اخوه بسرعة ورجعه بقى عشان يهربوا فعمل نفس الحركة دي تاني للحشرات عشان تسمح له بانهم يعدوا والحشرات كانت عاملة شبههم ولالي شكت في واحد لانه كان معاه كاس عصير تفاح وبيقدمه للمرشحة الاكتر شعبية فشكت فيه قوي كده وراحت عشان تتصرف معالك ان الحراس منعوها فشلت العصير من الكوباية بسحرها ورميته بعيد وجيكو براحل جرندلورد وقال له اسمح لكويني تمشي بيد عنك وهدده بالعصير السحرية بتاعته اللي هي العصير المزيفة دي يعني راح يهدد اعظم تاني سحر في الكهن بالعصير السحرية المزيفة بتاعته المهم لما كانت قلب فوضى لانهم فكروا قاتل ونوي يغتال حد وللي اتصرفت بسرعة وخلت وارفع ايده لفوق بالسحر بتاعها وعملت فوقها عاصفة كأنه هو اللي عاملها بالعصير السحرية بتاعته وكويني ما بيفت تبصله اللي هو وحيشها قوي لكن الزمن حيشها وفي واحد قال لها يالله نمشي فمشيت لكن دفعت عنه من واحد كان هيدربه قبل ما تمشي وللي استخدمت الكتاب اللي معاه في انها تاخد جيكوب وتهرب بسرعة وفعلا عملت كده ونجحت في الهروب وكلهم راحوا يتقابلوا بقى مع دامبلدور في مدرسة هوغريتس وكان مبسوط منهم قوي لانه كل واحد نفس خطته على اتم وجه وبعد كده رسم مكان بالسحر وقال لهم دي مملكة بوتان وموجودة في اعلى مكان في جبال الهاملية وهو ده المكان اللي الانتخابات هتتعمل فيه ولو جريندلولد قال يكسب الانتخابات دي يبقى عليها العوض ومنه العوض في العالمين عالم البشر اللهم العامية وعالم الصحراء وخدوه مراعا عند اخوه وقابله بانتي هناك وكان معها الشنطة بتاعت نيوت ودامبلدور طلع يكلم اخوه على انفراد وقال له ابنك محتاجك يا فواز ايه 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 اللي انا بقوله ده لا هو ابنك محتاجك ولازم تسمح له يعيش معك وابنه ده بقى يبقى كريدنس ونيوت سمعه بيكلمه ودامبلدور بدأ يحكي له عن اخته اريانا وقال له هي ازاي ماتت وانتو طبعا عارفين هي ازاي ماتت وجرندلورد خدح حيوان اللي تشيلين اللي هو قاتل وقبل كده وعمل عليه تعويزه عشان يظهر او يبان عليه انه عايش واللي كان شافه هو بيعمل التعويزة دي انصاره اللي هم كريدنس والبيت دي وفوجل واللي تشيلين فعلا صحي وبعد كده جرندلورد شاف في انعكاس المايا ان اللي تشيلين ده كان له توقام اتولد معاه فادق جدا لان كده تقريبا كل مخططاته هادبوس وامر كريدنس انه يوصل لليتشيلين التاني ده باي شكل قبل الانتخابات ما تبدأ والمجموعة دول اتجمعوا تاني وبانتكا يتميجهازة لهم كلهم شنط من نفس الشكل بتاعة نيوت لان ليتشيلين التاني في شنطة نيوت وهما عاملين كده نظام الهاء يعني عشان محدش يعرف هو في اني شنطة ودنبلدور قال لهم احنا لازم نوصل الانتخابات واحنا معنا اللي تشيلين التاني وهو عايش وعشان كده كل واحد ياخد شنطة وهنتقسم وطبعا محدش يعرف اني شنطة هي اللي فيها الحيوان وقال انا هاخد جيكوب وهنروح الاول وجيكوب كان هاخد شنطة لكن دنبلدور قال له بلاش دي فشاور له على واحدة تانية فاخدها ومشي وطبعا هما بيسافروا عن طريق البوابة دي وانا مش عارف هما ليه كده كل سفارهم لازم يدوخوا فيه المهم كل واحد منهم خط شنطة ورح لمكان الانتخابات والانتخابات قربت تبدأ فعلا وفجل هو اللي بينظمها وكان شايل مخلوق اللي تشيلين الميت دا لك مبين عليه صحي بسبب التعويزة وقال للناس ان المخلوق دا هو اللي يختار الفائز وده لانه محدش يقدر يخضعه عشان هو بيعرف من صاحب القلب النقي الصالح ونوي على كل خير ودنبلدور قال لجيكوب انا هسيبك هنا بقى وما تخافش لان اللي تشيلين مش معاك ولو حد قابلك سيب لهم الشنطة وهرب وفيه صحرة كتير تبع جريندالورد وصلت عند المجموعة دول وبدأ يضرب بعض بالسحر ويعرفوا يمسكوا لالي وسيسيوس في الاخر وخدوا منهم الشنطة اللي معاهم وجيكوب قابل اتنين لكن ضربهم بشنطته وهرب وهي معاوه بعد كده سابها في الارض وكمل هروبه والجماعة دول اول مفاتحة شنطة لها فيها معجنات ولعبة الكويتشد وشوية كدب كده يعني ايه كلها كاجات ملاش لازمة والحاجات دي فجأة بدأت تكتر لدرجة انها تقريبا مالت المكان وكمان بتهاجم السحرة دول وجيكوب وهو بيهرب لها واحدة مسكت ايده وطلعت كويني وقالت له لازم تهرب لان المكان هنا خطر لكن هو قال لها انه مش هيتخلى عنها وده لانه بيحبها وفجأة اتحصروا بسحرة طبع جريندالورد وقبضوا عليهم والمساعدة بتاعت فوجو منظم للانتخابات قبلت نيوت وحاولت تاخد منه الشنطة اللي معاها لكن رفض وفيه واحد ضرب وتعويزها من ظهر وفوائع وهي خدتها ومشيت ويوسف كاما راح للاليوسيسيوس وهو معاه سحرة كتير عشان المفروض يقبض عليهم لكن هو اصلا صاحبهم ومخنهمش ابن الاول وكل دي كيتخطي الدام بالدور والانتخابات بدأت وحيوان اللي بدأ يختار من اللي هيكسب الانتخابات دي ورح وقف قدام جريندالورد وبكده هو اللي كسب الانتخابات عشان هو انقى قلب فيهم وبما ان قلبه نقي اول خطاب قاله للصحراء هو انه قرر انه يعذب جيكوب لانه من العمية وكمان اتجرق وحب واحدة من الصحراء ودربه بالسحر بتاعه وبعد كده عمل عليه تعويزة التعذيب وكان بيتعذب جدا وسانتوس ما عجباش اللي بيحصل ده فساعدته وشارت التعويزة من عليه وجريدنس بواصله كل مخططاته ورح وقف قدام كل الناس وقال لهم ان اللي تشيلين ده ميت وانه عمل عليه تعويزة عشان يبني انه عايش ويختاره وبعد كده نيو اطلع وبنتي كان معاهد لتشيلين التاني ويدتهوله وكرروا انهم يعيدوا التصويت على الانتخابات من الاول والتشيلين مختارتش حد من التلاتة دول ونزلت في وسط السحراء عشان تختار دامبلدور لكن دامبلدور اصدم ورفض وقاله يختار اي حد تاني فراح اختار سانتوس وجريندلولد اتضايق من كريدس وحاول يقتله بتعويزة قتل لكن دامبلدور واخوه ابرفورس صدوها بتعويزة مضادة وفجأة دامبلدور خد باله ان عهد الدم بدأ يتفك من عليه وبكده يعتبر البطل ومحدش عارف ايه السبب فخد حريته بقى ودخل في معركة مع جريندلولد وكانت معركة قوية لكن انتهت بان الاتنين وقفوا وبصوا البعض وهم زعلانين جدا عشان وصلوا لكده ونزلوا عصيانهم السحرية والدامبلدور سب ومشي وكل الصحراء اللي في المكان بدأت تضرب عليه ولكن جريندلولد يعني اهرب من المكان وقابر فورس راح لابنه كريدنس وشاله من على الارض وخده بقى عشان يقش معاه وبانتي خدت حيوان اللي تشيلن لنيوت عشان يعتفز بيه يا ربي وسيسيوس راح لدامبلدور وقال له محتاج منك وعد وهو انك هتوصل لجريندلولد وتوقفه فوعدوا بكده وشيكو براح بقى عشان يتجوز كويني السحر اللي هو بيحبها ودامبلدور كان حاضر الفرح معاهم لكن من بره واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضرتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاقي الجميل واتفعلوا زر الجرس وشكرا على وقتكم